ده بنرجع مرة تانية نستعد إن شاء الله للإستقناف مشوارنا في الدولة عندنا مطش مهم جدا كل مباراة جاية في منتهى الأهمية أنا عارف إنك بعد ما بتحقق إنجاز كبير طبيعي جدا الدنيا بتبرد الإحساس بإنك أنت خلص مشوار صعب جدا مرهق جدا ممكن إلى حد ما يرجعك لحالة مربع صفر لكن أتمنى إن شاء الله إن كولر قادر مع جهازه الفني إنه يستوعب بسرعة أن عندنا بطولة مهمة جدا لجمهور نادي الأهلي لم تحسن بعد حتى وإن كنا الأقرب لها لكنها لم تحسن بعد قدامنا خمس مباراة بإذن الله هنتكلم بقى بعدهم في موسم الانتقالات هنتكلم في فكرة التجديد هنتكلم في مين قاعد ومين ماشي هنتكلم في الأهلي بيفوض مين كل ده هيكون ليه قوانو بس إن شاء الله بعد ما نحسم بطولة الدورة خليني أقول لحضراتكم إن شاء الله إحنا تاني يوم النهاردة تمرين من برح بدأت بعد أجازة أسبوع تقريبا من الحد للسبت قرارها ميستر كولر بدأ الأهلي تدريبه مرة تانية الجماعي والنهاردة هو تاني أيام تدريباته إن شاء الله تدريبة يمكن عرفت إنها شغالة أو بدأت بالفعل مع بداية الحلقة بتاعتنا أنا حاول نحن نروح لنادي الأهلي ونتعرف على أخبار تمرين النهاردة مين من اللعيبة اللي كانت معوجودة طبعا مع المنتخب الوطني هل كل الأسماء انضمت الأسماء اللي خرجت وما لعبتش مغبارات جنوب السودان شاركت في التدريبة ولا لا الدولين بيأكدوا علي إن هم هيشاركوا بداية من بكرة إن شاء الله وأعتقد أنهما ظهروا يعني اللي شاركوا بينهم ظهروا بصورة كويسة جدا مع المنتخب الوطني عندي كلام عن منتخب مصر بمناسبة تأهلنا لبطولة أمم أفريقيا وبمناسبة الهدف الأهم بالنسبة للمستر روي فيتوري هتكلمه طبعا مع نجم حلقتنا النهاردة ونجم الكبير طبعا اللي هيشرفنا كابتن معر همام واحد من جيل العتاولة واحد من الناس اللي تحب يعني تسمع رأيهم ونظرتهم للأمور هنتكلم معاه عن الأهلي ويتكلم معاه عن منتخب مصر لكن الأسئلة كمان مرتبطة بشكل وطبيعة مشاركة الأهلي في المباراة اللي جاية بداية من حرص الحدود التشكيل الأنسب القصة بتاعت هل نشوف اللعيبة اللي كانت إلى حد كبير لها دور أساسي في حسم بطولة أفريقيا تاخد فترة أكبر من الراحة هل نحافظ على الكائن الرئيسي هل تشوف لعيبة تانية ما خدتش من وقت يعني فرصة كبيرة زي ندخل بقى كريستو ندخل قندوسي الاتنين دول أنا الحقيقة يعني متحمس لهم جدا قصة وحكاية ورؤية كل دي هنترحق أو ملفات مطروحة طبعا على الكابتن مير همام ونشوف رأيه فيها إيه ونشوف تعامل الأهلي مع المطشاط اللي جاية إيه